الولاية اصطفاء من الله سبحانه وتعالى يقينا لكن أولا تكون هناك اجتهاد الدليل أيضا يعني الآية ذكرتها لك الدليل هناك أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث قدسي عن رب العزة سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه إذا لا تقرب لله بشيء يحبه عليك بالفرائض بالفرائض صحيح ثم قال سبحانه وتعالى وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ونقولنا أعظم مرتبة في الإيمان صلتك بالله عبد سبحانه وتعالى عندما تكون حب حتى أحبه أحبه يعني الله تعالى يحبه يحبهم ويحبونه أبدا ثم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى كنت سمعه الذي يسمع به الله تعالى يقول هكذا كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه يعني وصل إلى مرحلة مرتقية أطلب ما تشاء يستجاب دعوتك سمع والبصر واليد والقدم الله سبحانه وتعالى منزه على أن يتجسد سبحانه وتعالى لكن بمعنى أنه مدد في اليد والبصر يرى ما لا نرى نسمع ما لا نسمع يضرب ما لا نضرب كما فعل سيدنا علي عندما رفع باب الحصن بيد واحدة باب الحصن وعندما انتهت المعركة عشرة من الرجال أرادوا أن يقلبوا الحصن لم يستطيعوا هذه هي كرامات الأولياء عندما يصلوا إلى قرب عالي من الله سبحانه وتعالى فهذا الدليل على أنه ماذا؟ اجتهاد في البداية ماذا الاجتهاد؟ افترط يعمل بما فرض الله ثم يتقرب أيضاً بماذا؟ بالنوافل ليس الفرائض التي تقارب بس لا إنما يجتهد بعد الفرائض بالنوافل لكي يكسب حب الله ثم يرتقي